اشتركوا في القناة مشيرا إلى أن الضائق المعاشية ستكون سببا من أسباب اقتلاع هذه الحكومة وأن هذا الحل لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية أغلق نازحون في معسكر زمزم بشمال دافورامس الخميس الطريق الرئيس الرابط بين مدينتي الفاشر ونيالة احتجاجا على نقص الحصص الغذائية المقدمة لهم من برنامج الغذاء العالمي وتجمع العشرات من النساء والأطفال والرجال بالشارع الرئيسي قرب مقر اليونميد سابقا وهم يرددون هتفات تطالب بالعدالة في عمليات توزيع فيما وضع آخرون كتل حجرية لإغلاق الطريق أمام حركة السيارات المتجهة نحو مدينة نيالة أثر قرار وزارة التربية بالولاية الشمالية بفرض رسوم على طلاب مرحلتي الأساس والثانوي غضب الطلاب وأولياء أمور التلاميذ مؤكدين مناهضتهم لهذا القرار وفرضت الوزارة الرسوم الدراسية بواقع 150 جنيها شهريا على طلاب مرحلتي الأساس والثانوية معلنة ذلك بالمساهمة في تكاليف عملية التسيير واعتبر أولياء الأمور أن القرار يعني انهيار مجانية التعليم الذي تعهدت به حكومة الثورة الانتقالية مطالبين وزارة التربية الاتحادية بالتدخل لإلغاء قرار الرسوم الذي وصفوه بأنه يساهم في زيادة تكاليف المعيشة حذرت وزارة الصحة بولاية القرطوم من أن تؤدي الضائق المعيشية التي يعيشها السودانيون إلى زيادة الأمراض النفسية والإدمان والتفكك الأسري وأبدت مدير إدارة الأمراض غير السارية بالوزارة نهل حسن تخوفا من أن يتسبب الوضع الاقتصادي الحالي الذي يعيشه الشعب السوداني في الزيادة الأزمات النفسية وزياد تعاطي المخدرات والتفكك والمشاكل الأسرية هذا ويشهد السودان تفاقما لعدة أزمات على رأس الخبز والدواء والوقود عقب رفع الحكومة الانتقالية الدعم عن الوقود والسلع الأساسية نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر